موسيقى وهو كورس الانيميشن او الكارتون انيميشن وازاي منعمله وفي البداية كده يعني ايه في ناس كتير متعرفش يعني ايه انيميشن للرسوم المتحركة اللي هو الكارتون احنا الكارتون عبارة عن ايه عبارة عن صور انت عشان تعمل حركة ترفع ايدك فايدك بتتحط في اماكن مختلفة لحد ما ترفحها الفوق فدي بيعملها ايه بيعمل لك صور او الكارتون ده بيعمل صور لوضعية ايدك لحد ما ترفع لفوق لو بتعملها اكتر من حركة انت بتعملها في البرنامج على هذا النظام يعني هو بيبقى في عرض التتابع من الصور سنقية الابعاد احنا هنتكلم هنا عن الابعاد اللي هي السنقية يعني ايه السنقية يعني هي اكس واي اللي هي فاكرين اللي كانت اشتغل معي في البرمجة اللي هي بتبقى عبارة عن صورة ممكن ترسمها بايدك مفيش فيها بعد اللي هو الحجم يعني او سلاسية الابعاد اللي انت بتدخل فيها بعد التالت اللي هو الحجم انت بتبدأ فيه او السمك ان نبدأ تباين فيه ايه بنبدأ نباين فيه الشكل اه طيب هو ايه التو دي وايه سري دي زي عندك الرسمة بتاعت اللي هي الاساسية المربع الاساسي بيبقى عبارة عن طول وعرض طيب لما بتخله الارتفاع فبيبقى عبارة عن مكعب هو ده السلاسي هو ده التو دي واي سري دي عندك هنا رسمتين اهوا بيبينك فيهم الفرق بين التو دي واي سري دي يعني انت عندك التو دي عبارة عن راس ما اسكيتش اهو موجود في سري دي بتبدأ تحس ان هو مجسم خلاص فده الفرق عمتت موضوع تتابع الصورة اهو زي ما انت شايف هنا في الكورة بدية تنط من فوق هتنزل لتحت وهتبدأ تعمل ايه تدريجيا كده بتقلل في الارتفاع هو انت بترسم في الكرتون مكان الكورة وهي بتنزل بتعمل لها مصار وهي بتتحرك وتبدأت ايه تتتابع في شكلها هو ده يعني تتابع من الصور طيب ايه كم ان هو ده بيقولك من خلال الخداع البصري يعني ايه الخداع البصري للحركة يعني بيدي لك بسرعة بسيطة زي ما السحر كده عنده خفة يده سرعة في انه يقنعك ان الموضوع ده سحر بس هي مجرد ان ايده سريع شوي فانت بتعمل الكرتون نفس النظام بتخدع اللي بيتفرج ان هو ده الصح ومبني على ايه مبني على اه اللوجيك هتشوفه دلوقتي يعني احنا لما نيجي نعمله بنعمل حاجة واقعية اللي بيتفرج اصلا بيتوقع ان هو هتحصل يعني انت بتعمل حركة هو عارف ان هو لما هينط منه على مكان عالي حينزل ممكن يتني رجله فده انت بتعملها هو اصلا عارف انه ده هيحصل فلما بتعملها هو مستعد خلاص اتخدع حتى لو انت ما عملتهاش او كاملة هو اتخدع اصلا ان هو ايه اه ان الصورة بالمنظر ده طيب اه تعالوا بس هكتبوا هقول لكم نبزة بسيطة عن الرسوم المتحدة ازاي هو بقول لك اول رسم كان طبعا بتترسم بالايد فاول رسم رسم كان واحد في افريقيا اسمه وينسر مكاي هو دون عمل اول فيلم احنا انا عن نفسي كنت تعرف ان اول فيلم اللي هو عمل والديزني في اللي هو الكارتون الصامت بس هو طلع اول فيلم اللي كان اسم نيمون الصغير كان سنة 1111 بعدها بقى بكم سنة بعدها ب 12 سنة جي والديزني وانشأ بقى اول فيلم كارتون ليه وعمله طيب اه ليه احنا هنعلم ولادنا الكارتون اه كالعادة اه هجبتلكوا اهم فوايد للكارتون بالنسبة للاطفال اللي هتتعلمها زي ما قلنا في البرمجة احنا في الكارتون بنمي كدرات الزهنية للطفل يعني ايه بنامي كدراته الزهنية يعني طفل بيعمل بايده كارتون بيحركه خلاص بيدي له ثقاب نفسه ان هو فكر في رسمه هو حيرسمها بعد كده هيبدأ يحركها هو حيحركها ازاي على اللوجيك اللي هو الطبيعة المنطقية للحركة الحركة نعيز ارفع عايز انزل عايز اوادي عايزها يجري عايزها يحارب اللي قدامه ده كله مبني على اللوجيك فالطفل بي اول حاجة بيسرح بخياله كده بيوسع الخيال قوي كمان بينشط زهنه وبيخليه فكر تفكير منطقي زيها زي ايه البرمجة تاني حاجة المتعة ليه بقى انا لما بعمل حاجة آآ بايدية برسمها وبعد كده تتحرك وبعد كده بعملها فيلم كارتون واتفرج عليه انت عايز احسن من كده ايه بالنسبة لطفل صغير آآ بيدي له متعة جميلة جدا اللي هو يعمل حاجة بيحباه خصوصا لو كان بيحب مسلا تعليف الكصص او الرسم آآ تالت حاجة بنغير من سلوك الطفل تغيير سلوك الطفل ده مبني علي ان الطفل متعود ان هو يوض على الكمبيوتر ان هو آآ مستهلك آآ فكرة المستهلك للكمبيوتر دي عايزين نبطلها ونغير سلوكه ان هو يوض ضايا وقته والناس كتير من الامهات والاباء خايفين على اولادهم من التكنولوجيا فانا لما اععده الجهاز بتاعه يبقى عليه برنامج للبرمجة عليه برنامج للكرتون عليه برنامج ستوري ميكر هيبقى عنده شوية او فراية كتير قوي من البرامج يبدأ يشتغل عليها في سنه صغير هيغير سلوكه ان هو يصبح من مستهلك لمنتج يعني ايه يعني هو ممكن يقدر ينتج كرتون يقدر ينتج قصة يقدر يعمل برنامج بالبرمجة سلوك الطفل ده هيبقى عامل ازاي انا مش بعقده على فكرة انا بدي له حاجات كلها قدامه عشان هو يكبر يعرف ان في حاجات كتير ممكن يشتغل عليها هو بقى ومهاراته وقدراته حيتصنف بعد كده هيشتغل بايه بس مش معنى كده ان انا بقول له لازم تشتغل ده كله لأ انا بعرفه هنا وعرفه هنا وعرفه هنا فتغيير سلوك الطفل ان انا بغيره من مستهلك الى منتج اخر حاجة والجميل فيها ان انت ممكن تحصل على وظيفة في الرسوم المتحركة زي ما قلنا في البرمجة البرمجة بيجيب فلوس بيجيب فلوس على ان الطفل خلاص بدأ ينتج برنامج بنفسه ده بيجيب فلوس طب الرسوم المتحركة بيجيب اه وعايز اقول لكم كمان ان سعر الدقيقة في الرسوم المتحركة خمسة وعشرين الف دولار ده كان من سنة 2019 خمسة وعشرين الف دولار لدقيقة واحدة بالكارتون ليه بقى لان لما هتتعلمه ازاي هتشتغلوا على البرمج ازاي الموضوع هو مش صعب بس بياخد وقت وبياخد وقت عشان ايه عشان تنتج حركة صحة فعلشان تعمل الحركة الصحة دي لازم تاخد فيها وقت كتير خلاص فمعنى كده ان انت لازم تتقدر بالوقت اللي انت عملته عشان تعرفوا ان الموضوع يعني ايه مش مش سهل قوي في الوقت نفسه لذيذ احنا قدنا هنا في انواع الرسوم المتحركة عندك تلات انواع اللي هي التقليدية اللي بنرسم فيها بادينا خلاص والهي اللي كانت بدية في الاول خالص قبل اختراع الكمبيوتر فاللي كانوا الرسامين بيبدأوا يرسوموا الحركات بتاعة الكارتون وبتتعمل السلصال والعرايس اللي هي الستوب موشن ودي عاملة زي شوند الشيب لو احنا فعارفينها بل هي عبارة عن سلصال بيتحرك او عرايس اللي هي البابتس بتتحرك بها فيه كارتون قايم على الموضوع دوا وده بيعمل ايه يعني هو سلصال بيدي منظره هو واقف وبعد كده بيعمل له حركة تانية وحركة تالتة وبعد كده بيصورهم متتابع بسريع فم احنا برضو ما بنحسش بايه بتغيير الشكل او بتغيير الوضعية بتاعة العروسة ديا فبيتحيق لنا فعلا ان الكارتون صح في التالت نوع اللي هو الكمبيوتر تو دي والسري دي ودي معتمد على البرامج والبرامج سري دي اه هناخد احنا هناخد احنا مش هنبدأ بسري دي لان انا عايز افهم الطفل يعني ايه يبدأ يشتغل على الكارتون اساسيات الرسوم المتحركة هنتكلم عن حاجات يجب وحنا بنعمل اه الكارتون او الدزاين بتاعه لازم ناخد بالنا منها ايه هي اول حاجة اللي هي التقلص والتمدد يعني ايه برضو يعني وانت بترسم اه تحاولش اه تكسر حركة ما تحاولش تكسر حركة يعني ايه يعني لما الحركة بتاعتك تبقى فيها مورونة يعني ما يبقاش رافع ايده لفوق ومرة واحدة ينزلها لتحت لانت تبدأ تعملها تدريجي خلاص اه هنحكي ده بالتفصيل في شرح البرنامج وتاني حاجة التوقع ان انت زي ما قلنا واحد بينط من فوق ينزل يتني رجليه شوية ما تنزلوش رجله وقفة لازم تعمل حاجة متوقعة خلاص طيب اه الحركات السنوية دي ممكن زي ما هو ما هو بينزل ايده ايده رجله بتتني ايده بتتني يهم الحركات برضو بتبين بتساعد في الحركة اه البرامج اهم برامج التوق دي اللي عندنا اللي هي البيوت اللي احنا هنشتغل عليه اه في الكريزي توك برضو موجود وحنشتغل عليه ان شاء الله بس بعد ما نخلص البيوت في الخطة بتاعتنا بازن الله وعندنا بعد كده اللي هو اللي بنسل تو دي والاوبن توت فدول يعتبروا البرامج بتاعت تو دي يلا نبدأ مع بعض ونشوف هننزل البرنامج ازاي وحنشوف اه هنسطبه ازاي في الاول هنعايدين نخش عن مواقع اللي هو اللي بنخش عليه وحيجيب لنا الصفحة بتاعته الاساسية خلاص هي دي شكلها آآ فانت عايز في انت عندك اتنين او آآ عندك اصدارين من البرنامج فهنا هنشتغل طبعا على الاربعة وانت عندك اربعة وعندك اتنين ودنين من عشرة فهنشتغل على الاربعة بنعمله تدوس على الداونلود وبتنزله وبينزل عندك على الجهاز طبعا انت بتخزنه عندك في فولدر معين وتبدأ طبعا احنا تعلمنا موضوع ازاي بنعمل تخزين وداونلود طيب بعد كده عايزين نعمله بقى على الجهاز البرنامج سهل جدا ما بيطلبش منك اي حاجة مش عايز اي امكانيات على الاجهزة بينزل على كل حاجة خلاص بنعمله ران ونكست ونبدأ نشتغل على طول هو عشان ايه متسطب عندي فتبدأ تعمله وتنزله عندك خلاص طيب الناس اللي بتسأل دايما في منه النسخة اللي هي في الاندرويد ولا لا فموجود بس ايه احنا لسه مشتغلتش عليه على بصراحة على التليفون بس هو يعني هو قريب جدا من الشغل البرنامج اللي هو الاندرويد البرنامج اسمه استيك انيماتر اي بي كي اللي هو ده بيبقى للاندرويد وهو بيبقى فري داونلود عايزي نزله على التليفون هو قريب من البرنامج بتاعنا وفي كمان نسخة في نسخة برنامج تاني برضو ليها نفس بيقوم بنفس الوظيفة اللي هو استيك نود وبرضو هو ده فريد انت عندك برنامجين على الموبايل ممكن تنزلهم آآ بيقوموا بنفس الوظيفة اللي هو الاستيك نودز آآ او الواحد والتاني اللي احنا اجيبنا اللي هو الاي بي كي ده شكل البرنامج بسيط جدا مفيش فيه اي حاجة خلاص من السن واقا اللي هيشتغل عليه لو هتشتغل على البرنامج هنا ممكن من ست سبع سنوات يبدأ يشتغل عليه خلاص آآ لان هو هيعتمد على لان ايه الشخصيات موجودة اريدي في البرنامج وهيشتغلها على طول اما لو هنبدأ بقى نجيب صور من بره ونقاو نرسمها في الرسام ونبدأ نقطعها فده هيحتاج سن اكبر شوية من تسع عشر سنين علشان يبدأ يرسم ويقطع في الصور آآ مبدئيا النهاردة دوان اللي هناخده وان شاء الله الحلقة الجاية هنبدأ نشرح بالتفصيل الطول بتاعة البرنامج وازاي نبدأ نشتغل عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر